سلام عليكم مشاهدين الكرام وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها ما الذي تبقى من فرحة العيد عيد فطر جديد يحل على اليمنيين يختلف عما سبقه من الأعياد التي مرت في ظل الحرب المستمرة منذ خمس سنوات ونصف هذه المرة حل العيد متواكباً مع حالة الانتشار الرهيب لكورونا للمحافظات اليمنية خصوصاً عدن وتعز وصنعاء وحضر موت عيد بطعم الخوف أشوب بالقلق الذي صار يحيط بالجميع عيد في ظل الحرب والغلاء عيد بلا صلاة عيد وبلا مزاورة وبلا حدائن بلا مصافحة وبلا عناق دون أي من مظاهر البهجة المعتادة في كل الأعياد السابقة إذن ما الذي تبقى من ملامح العيد هل استسلم الناس للواقع بضغوطه وكربته كيف فعلوا لتعويض ذلك وما الذي فعلوه على الأقل لتبديد حالة القلق داخل بيوتهم إذن مشاهدين قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا نشاهد هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين كما شاهدتم هذا الفيديو للصحفي الأستاذ مختار مشرقي وهو سيكون معنا حاليا في الحلقة نرحب به أستاذ مختار أسعد الله مساك بكل خير وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير أستاذ مختار هل تسمعني نعم إذن يبدو أن الأستاذ مختار ليس جاهزا حتى الآن سيتم التواصل معه لاحقا وأذهب لضيفي عبر الأقمار الصناعية معنا من عدن الصحفي عمر محمد حسن أرحب بضيفي أستاذ عمر مساء الخير وعيدكم مبارك مساء النور العافي علينا عليك إن شاء الله حياك الله أستاذ عمر يعني لو تصف لنا الوضع في عدن في ظل الواقع الحاصل يعني حميات وأوبئة وحرب وانقسام سياسي وأمور كثيرة تشهدها هذه المدينة بحالة إثنائية كيف مر هذا العيد؟ مر هذا العيد بمأساة على مدينة عدن بفعل الانتشار الرهيب للأمراض والحميات بمن فيها فيروس كورونا إلا أن لا فرحات للمدينة أو لأبناء المدينة في ظل هذه الأوبئة مر العيد والناس في منازلهم يخشون من الخروج إلى الشوارع لم يصلوا صلاة العيد باستثناء بعض المساقد لم يذهبوا إلى الحدائق العامة باعتبار الحدائق مغلقة لم يذهبوا إلى الأسواق لم يزاوروا أهاليهم كالأعياد الماضية لكن للأسف شديد توجد هناك لا مبالاة عند بعض المواطنين بعض المتنفسات للأسف شديد خلال الثلاثة الأيام الماضية مليت بالناس أكتبت بالناس السواحل لا توجد هناك سيد عمر نقول البعض أم المعبام البعض من الناس نعم البعض وليس المعبام لم يتقبل نعم نعم إذن أكمل أكمل ما لديك نعم نعم ولكن هناك الكارثة أن بقاء الناس في منازلهم نستطيع أن نقول أن معظم الناس كانوا في المنازل بسبب تخوفهم من الخروج ومخارطة الناس على اعتبار أن فيروس كورونا والحميات الأخرى منتشرة الناس بقوا في منازلهم إلا أن الخدمات لم تسنع لهم الظروف أو لم تكون هناك خدمات بما فيه الكفاية كالكهرباء والمياه والنت موجودة بحيث 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 تعمل هذه هذه الحاجات على بقاء المواطن في منزله نعم إذن سأعود لك سنكمل نقاشنا والكثير من الحديث ابقى معي وأعود مشاهدين مرة أخرى لضيفي من عدن الأستاذ مختار مشرق الذي شاهدنا الفيديو له هو وابنته قبل قليل هذا الفيديو الملفت والذي يعني أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا سيد مختار هل تسمعوني الآن حياك الله سيد مختار تسمعوني الآن جيدا يعني الآن تسمعوني بشكل جيد يعني هل تسمعوني جيدا طيب حاول يعني تبتعد قليلا أو تقف بمكان تكون فيه الشبكة أفضل حالا طيب المنتج سيعاود الاتصال بك مرة أخرى يعني أتمنى منك فقط أن تبقى في مكان تكون فيه الشبكة بشكل أفضل من الآن سيتم معاودة الاتصال وسأعود إليك مرة أخرى وأعود لضيفي الأستاذ عمر يعني إلى أي حد الأستاذ عمر تأثرت عادا بموجة الحميات والأمراض المنتشرة مؤخرا أثرت 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 بشكل كبير جدا على اعتبار أن هذا الأمراض أن هذا المرأة هذا الوباء وهذه الأمراض التي كانت مبتدها بتاريخ 1 مايو من الشهر القاري بلغ عدد الوفيات خلال 25 يوما من هذا الشهر إلى أكثر من 1500 متوفي بما من فيهم من ذهبوا بأمراض المكرفس وحم الضنك والملاريا والحميات والالتهاب الرأوي بالإضافة إلى كورونا كورونا بحسب آخر إحصائيات لمكتب الوزارة الصحة في اليمن من خلال الناطق الرسمي باسم الوزارة وكيل الوزارة الدكتور الشراغ الصباعي حوالي 233 حالة إصابة من فيهم 44 حالة حالة وفاة نعم لكن سيد عمر بما يتعلق بمحور الحلقة وهو فرحة العيد وما الذي تبقى منها كيف قضى الناس العيد هل حاول البعض صناعة الفرحة على مستوى البيت أو مثلا ذهبوا إلى مناطق نائية وخارج المدن أم أنهم التزموا واستسلموا للواقع الحاصل وبقوا في منازلهم دون أي أنشطة للأسف الشديد هذا العيد ليس كما قبله من الأعياد في الأعياد الماضية كنا نذهب إلى خارق المحافظة للتنزه لقضاء إيجازة العيد كنا نذهب إلى الحدائق العامة كنا نذهب إلى فانسيتي إلى الكمسري كنا نذهب إلى المتنفسات إلى السواحل هذه المرة لم نذهب إلى لم يذهب كمواطن وكمواطنين كل الناس لم يذهبوا أغلب أغلب الناس صحيح أنه في ناس الناس ذهبوا لكن أكثر الناس متخوفين وقضوا إيجازة العيد في منازلهم خوفا من الإصابة خوفا من الإصابة تزاور الناس مع أرحامهم بالهواتف هنوا بعضهم البعضة في الهواتف لم يزوروا إلا ما ندر بسبب التخوف من تفشيه هذا الوباء الناس قضوا إيجازة العيد في البيوت لا توجد فرحة باستثناء نستطيع أن نقول فرحة الأطفال وفرحة العيد وفرحة العيد لدى الأطفال في الشوارع أما بالنسبة لغالبية الناس فقضوا إيجازة العيد وكانت الفرحة عبارة عن مأساة هذه المرة وقضواها في البيوت لأسف شديد إذن ابقى معي سيد عمر وسأعود مرة أخيرة لضيفنا مختار وأتمنى أن يكون الاتصال قد ضبط هذه المرة سيد مختار مساء الخير هل تسمعوني؟ نعم نعم أسمعوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل سنة وانتوا طيبين حياك الله سيد مختار وعيدكم مبارك وكل عام وأنت بخير كل سنة وخير إن شاء الله كل سنة طيبين حياك الله سيد مختار ما هذا الفيديو؟ هناك ضجة كبيرة أثارها على سوشال ميديا صناعة فرحة وبهجة لا توصف صف لنا ما الذي حدث؟ طبعا الفيديو هذا عبارة عن كان هو عضوي عضوي جدا طبعا هو في كل عيد نحن نحتفل بأغاهر العيد ونحتفل مع الأسرة ومع بناتي فكانت صدفة يعني نحن رقصنا أنا وبنتي وعجبت زوجتي بهذا الطريقة والفرحة اللي كانت بادية على بناتي فطورت الفيديو وقالتنا نحن في البيت لحالنا ساعتين بعد ما صورنا الفيديو ونحن فرحانين فيه طبعا هو الطفلة ربنا يحفظها يعني البهجة المشاهدة في ملامحها يعني لا توصف ويعني البعض كتب بأنها تكفيها لفرحة أعياد قادمة يعني هل الأسرة والأطفال من حولك يعني شعروا بفرحة العيد وأيضا صنعتهم الجو المناسب والملائم والمواكب أيضا لهذه الفرحة لا أنا قلتنا ساعة ساعة يمكن ساعة يعني الفيديو كانوا عبارة عن دقيقة اللي نزل في الفيسبوك لكننا قلتنا ساعة نرقف الفرحانين أنا والأسرة كامل فكانت الفرحة طاغية طاغية طيب يعني في ظل الواقع والحال الحاصل في عدن وأيضا يعني ربما عدن وضعها الوضع هو قائم في كل المحاولات ولكن عدن وضعها أكثر استثناء يعني هناك حرب على مشارفها وهناك أيضا يعني سوء في الخدمات وهناك انتشار للكثير من الحميات وآخرها فيروس كورونا يعني ما الذي تبقى من فرحة العيد في هذه المدينة؟ زي ما أقول شكرا عن صناعة صناعة فرحة يعني الآن أغلق البيوت في عدن يعني حالها في حصابة الكافر يعني كهرباء يعني فالشخص اللي يستثن من هذه الأمور فيمكن يعني يمرضه لكن اللي يحاول أنه يصنع فرحة في أبسط الأشياء فلا يجرعها للأسرة والآخرين نعم إذن نتمنى لكم السعادة الدائمة سيد مختار مشرقي أشكرك جزيل الشكر صحفي رياضي يمني كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن شكرا جزيلا لك ومشاهدين قبل أن أعود لضيفي عبر الأقمار الصناعية نذهب لمشاهدة هذا الاستطلاع من العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم نعود لإكمال الحديث يعني تقريبا منذ تحرير عدن هذا هو العيد الأكثر وحشة على هذه المدينة لأنه اجتمعت فيه الكورونا على عوامل الحرب على انقطاع الكهرباء تقريبا بشكل شبه تام على الخلافة السياسية على كل الأزمات لكن رغم هذا الناس يحاولون أنهم يختلسوا بعض لحظات الفرح نحن حاولنا أن نستغل ساعات الصباح الباكر حيث ما ما فيش زحام كي نكسر الحضر المفروض بسبب كورونا وأن نأتي إلى البحر مع العائلة نستنشق بعض الهواء ومن ثم نعاود إلى منازلنا ونحبس هناك حتى تنجلي هذه الغمة وهذا الوباء عن المدينة لا شيء تبقى من عيد في عدن ليس لدينا فرحة ليس لدينا ابتسامة ليس لدينا فرحة كل بيت تخرج من هي قنازة كل إسرة تبكي في هذا العيد كورونا أتت أتت علينا حرب اقتصادية أتت علينا حرب عسكرية حرب صحية وباء أمطار سيول كل ما ذلك أتى على أهل عدن أحنا أصبحنا منكوبين أين المنظمة الدولية أين الناس التي تنقض أهل عدن من هذه الكارثة التي وصلنا بها نحن نعيش في وضع كارثي مأساوي ولكن نقول لله الحمد حاليا كل الأسر موجودة في بيوتها تحاول أن تحافظ على ما تبقى من أطفال وأهاليهم ليس لدينا في عدن سوى الصبر ولكي نعيش في هذه الأوضاع لابد من الصبر وبإذن الله سي... إذن نعود مرة أخرى لضيفنا عبر الأقمار الصناعية الصحفي عمر محمد محسن سيد عمر يعني هناك كما شاهدنا خلال اليومين الماضية فيديو لطبيبة في مستشفى الأمل وهي طبيبة معالجة لحالات كورونا وتكاد أن تبكي من كثر الاستغراب من عدم التزام الناس ولا مبالاتهم يعني كما يلاحظ بعض الشوارع مكتظة والحافات أيضا في عدن مكتظة هل يمكن اعتبار أن هناك في عدن من لا يأبه بما يجري يعني كيف يمكن تفسير هذه الحالة نعم هناك لا مبالاة كما قلت لك سابقا لا مبالاة من قبل الناس الناس تحدثه عن مخاطر كورونا يقول لك هذا المرض لم يأتي لم يلتزم لما تروقه لما تحذر منه وزارة الصحة ومكتب الصحة بمحافظة عدن لو قلت لك على سبيل الطرافة هناك شخص كان ملفوف الشال على وجهه أخبره أحد المواطنين قال له لماذا تعصب رأسك هكذا لا يوجد كورونا قال له أنا مصاب بكورونا لا أريد أن تنتقل عدوى إليك المواطن فر هاربا الناس للأسف الشديد لم تعي خطر كورونا بما فيه الكفاية لا يوجد هناك توعية صحيحة لدى المواطنين لم تعمل الدولة من خلال وزارة الإعلام أو وزارة الصحة بما فيه الكفاية بالترويق بخطر هذه الأمراض المعدية والقاتلة للأسف الشديد الفراغ للأسف الشديد الفراغ في عدن أثرت سلبا على توعية الناس وأثرت سلبا على روح الناس النفسية سيد عمر فيما يتعلق بجائحة كورونا أعتقد أن الإعلان عن وصول المرض لليمن لم يمر عليه فترة قصيرة بل هي فترة طويلة وبالتالي يجب أن يكون لدى الناس وعي كافي وقد تكونت الصورة الكاملة لديهم أيضا في المقابل هناك حملات توعوية لا تنكر عبر شاشات الإعلام وربما صار الحديد السائد حاليا مسألة كورونا في الشارع وبالتالي تجد من يقول أننا واجهنا أزمات أكثر من كورونا وواجهنا مشاكل أكثر من كورونا وحالة استهتر غير طبيعية ما الحل مع هذه الحالة؟ أولا تأتي أولا لا بد من تضافر القهود لدى جميع الأطراف لدى جميع الأطراف والعمل سويا على وعد هذا الوباء من خلال تكتيف حملات التوعية الآن هنا في عدن أكثر من أربعين وسيلة إعلامية سواء كانت صحافة ورقية أو صحافة إلكترونية كلها تعمل على الأخبار السياسية والمواقعات العسكرية بين طرفي الصراع الانتقالي والشرعية للأسف الشديد لا توجد إلمام بهذا الأمر صح الإعلام بشكل عام لم يعطي هذا القانب إلى تام للأسف الشديد نحن دولة بلا مؤسسات بلا مرافق مرافقنا متهالكة إذا كان وباء كورونا قضى على إمبراطوريات صحية كبيرة وعملاقة فما بالنا نحن في اليمن التي خرجت من بعد حرب 2015 بتحطيم هذه المرافق وتراجعها لا بد من حملات أمنية لا بد من توعية بما في الكفاية حملات أمنية تمنع تقوال الناس كما سمعنا في بعض الدول للحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه لا بد من إقامات دوريات في الشوارع إقامة نقاط عسكرية تمنع تنقل الناس هذا لصالح المواطن وليس ضد المواطن ولكن هناك إذا بقي المواطن في البيوت للأسف للأمانة لازم الدولة توفر للمواطن سبل المعيشة للأسف الشديد كيف تقنعني أنا كمواطن البقى في منزلي وأنا لا أملك قوة يومي لا رواتب منتظمة ولا كهرباء ولا ديمومة كهرباء ولا توصيل تام للمياه ولا حتى شبكة النت موجودة للأسف الشديد الخدمات لا توجد خدمات وللأسف الشديد لا توجد خدمات وفي ظل انتشار هذا قريم نعم إذن ابقى معي سيد عمر وأرحب بضيفي من مارب عبر الأقمار الصناعية الصحفي مجدي محروس وهو أحد النازحين في هذه المدينة إذن سيد مجدي مساء الخير وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير إسعد مساءك أخي شادي وتحية لك ولضيوفك الكرام وعيد مبارك كل عام وأنتم بخير وبلادنا ووطن الحبيب بسلام وعافية وأنتم بخير والوطن جميعا بألف خير ولكن نتسأل هنا كيف عشتم فترة العيد هذا العام الحديث عن العيد هذا العام في ظل المستجدات الجديدة الكورونا هو لا يختلف كثيرا عن الوضع عما قبل كورونا الحديث عن ملامح العيد في ظل هذا الفيروس وفي ظل الكورونا لا يكاد يختلف كثيرا عن الوضع في زمن الحرب لقد قضت الحرب على كل ملامح الفرحة وكل مظاهر العيد وما كان يفعله الناس سوى مظاهر شكلية وطقوس صورية لا أكثر ما حدث الآن أن كورونا فقط كما يقال زاد الطين بلة فقضى على ما تبقى من تلك المظاهر الشكلية يعني نفهم أن الناس التزموا ولم يستجبوا أو لنقل لم يحتفلوا بفرحة هذا العيد وظلوا في منازلهم والتزموا بإجراءات السلامة هو جزء من هذا صحيح لكن نحن للأسف الشديد في اليمن حياتنا بشكل عام يعني شعب محروم من الفرحة نحن للأسف الشديد من أكثر الشعوب ربما أعيادا ومناسبات لكن أيضا نفتقر للفرحة تكثر أعيادنا وتقل فرحتنا للأسف هذا الشعب اليمني المحروم من الفرحة للأسف الشديد دائما يعود من منتصف الابتسامة هذا الشعب لم يهنأ بفرحة كاملة لم يفرح ملأ قلبه ولم ينم ملأ عينيه ولم يضحك ملأ فمه للأسف الشديد فإذا حدث وأعلن الناس أشكالا رمزية للفرح والعيد فهذا جزء من اعتقاد الناس أن الفرح وأن العيد فعل مقاومة لا أكثر نعم يعني هناك كانت احتفالات بسيطة أيضا حتى على مستوى الأسرة وكانت فرحة منقوصة لنقول عنها ولكن مع جائحة كورونا يعني ما الذي تبقى من هذه الفرحة هل يمكن القول أنها انتهت تماما ولم يعد هناك شيء اسمه عيد للأسف الشديد جائحة كورونا قضت على ما تبقى من ملامح وصور ومظاهر العيد خصوصا في المناطق التي التزمت التزم الناس فيها بيوتهم وقرت فيها بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية كالحظر التجوال الجزئي وتحدث هنا عن مأرب تحديدا التي تشهد خلال اليومين الماضيين حظر التجوال الجزئي يبدأ من السادسة مساء وينتهي في السادسة صباحا مع هذه الإجراءات الوقائية أيضا تم إغلاق الملتقيات والمنتزهات والحدائق العامة التي تمثل متنفسا كبيرا لآلاف الأسر النازحة والهاربة من جحيم الحرب بالإضافة إلى أيضا قلة التزاور وتبادل الزيارات بين الأسر هذا بالإضافة إلى الرحلات الترفيهية التي تشهدها الأسر وتقوم بها الأسر ضمن احتفائيتهم بالعيد من وإلى المدن اليمنية المختلفة إذن ابقى معي سيد محروس سأعود إليك فقط لأن ظاهر العيد للأسف الشديد سينتهي الوقت المخصص له سأعود إليك سيد محروس وسنكمل الكثير من الحديث وأعود هنا بليس تساؤل وإنما نترك المساحة للصحفي عمر برسالة تود قولها من خلال هذا البرنامج والله رسالتنا للحكومة اليمنية أن تعالج مشكلة للحكومة أو للتحالب للتحالب بالأصح أن تسرع بعملية أن تعمل على حل قذري لمشكلة الكهرباء من خلال توفير الديزل والمازوت من خلال تشغيل والإشراف على عملية تشغيل المؤسسة العامة للكهرباء عدن عدن تشهد اليوم ارتفاع درجة الحرارة وصلت درجة الحرارة اليوم من 34 إلى 35 درجة مئوية وهذه نسبة كبيرة كثير من الناس يموتون بسبب ارتفاع درجة الحرارة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي التيار الكهربائي يشهد تراجع كبير نعم التيار الكهربائي يتراجع على اعتبار أن عدن مدينة ساحلية ومدينة حارة يستوقع بهذا ديمومة توفير التيار الكهربائي لمحافظة عدن محافظة عدن تشهد انقطاع للتيار الكهربائي من أربع ساعات إلى خمس ساعات يوميا وقراء هذا يذهب الكثير من الناس من أصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان والفشل الكلوي والربو والسكر والضغط يذهبون نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وارتفاع درجة الحرارة يوميا يموت من عشر إلى عشرين بحسب تقديرات طبية يعني أكثر من وفية كورونا بضعف يعني كورونا يتوفى في عدن أربعة إلى خمسة يوميا بينما وفية انقطاع الكهرباء تزيد على هذا المرتين وهذه قريمة فعلا وابع كارثي ومؤسف للغاية انتهى وقتنا أشكرك جزيل الشكر الصحفي عمر محمد حسن كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة المؤقتة عدن ومشاهدين قبل أن أعود لضيفي الآخر نذهب لمشاهدة هذا الاستطلاع من محافظة مارب يتحدث الناس حول ما تبقى من فرحة العيد نشاهد سويا لا عدائق لا مسابح لا زيارات لا شيء ولا صحاب ولا صدقاء ولا سلام هذا العيد يعني خلاف عن كل مرة فهذا يحتاج تعاون من الناس القميع بعدم المصافحة والاقتصوات اقترب يعني عن بعضنا البعض لوقود المرض الموجود على البلاد سلامة للمواطن وسلامة للشخص كيف قضيته العيد لا حدائق؟ والله قضينا العيد هذا فيه أزمة شوية لكن ما نعمل خديم محتوم علينا ولا لا حدائق ولا شيء ولا ترفيه للأطفال ولا شيء تبقى من ملامها تبقى الوجوه الجميلة تبقى الناس اللي ما يعيش في أوصات بيوتها أوصات بين أبناها وأعتبر أنه هذا شيء جميل وشيء متحضر لما يكون الأطفال والأسرة كلهم في بيت وعلى ما بيقولوا خليك في البيت هذا أجمل كلمة في وقت جراثيم الكورونا والحمد لله أنا أظن الأشياء هذا جميل وعيد مبارك للجميع إن شاء الله وكل سنوانتوا طيبين وشكرا لله إذن مشاهدين هذا كان استطلاع من العاصمة أو من مدينة مأرب ونعود لضيفنا من هناك الصحفي مجدي محروس يعني سيد مجدي فيما يتعلق بصلاة العيد هناك فيديوهات تم تداولها لناس يصلون صلاة للعيد ومتقاربين بالشكل الطبيعي وأيضا أسواق أو الكثير من الأسواق مكتبة يعني بما يمكن وصف حالة التناقض الحاصلة للأسف الشديد هناك استهتار كبير استهتار كبير بهذا المرض وهذا الاستهتار والاستخفاف هو استخفاف بالحق في الحياة هذا الاستهتار والاستخفاف أيضا هو ربما إن صح التعبير قتل عمد لك ولغيرك وهنا أخاطب جميع المشاهدين الذين لا يعيرون أي اهتمام لهذا الوباء ما حدث ربما شيء طبيعي في ظل غياب الوعي المجتمعي بمخاطر هذا المرض لا يزال الناس يتعاطون مع هذا المرض بنوع من اللامبالاة وعدم المسؤولية تجاه هذا المرض أعتقد أن هناك خيط رفيع بين الموت والحياة خيط رفيع من المسؤولية والوعي بين الموت والحياة لابد على الجميع أن يدرك أن هذا المرض لا يستهان به مرض خطير للغاية وإجراءات الوقاية منه سهلة وبسيطة جدا يمكن أي شخص أن يحمي نفسه وأسرته وأحبابه من هذا الوباء الخطير بالتزام إجراءات السلامة وإجراءات الوقاية من هذا المرض طيب هل تعتقد بأن القصور ما زال قائم في مسألة التوعية أم أن المشكلة في الناس أنفسهم تجد بعض الناس لديهم منطق بأننا صمدنا في أزمة خمس سنوات ولم نموت ومنهم من يقول واجهنا عدوان ومنهم من يقول واجهنا الكوليرة هل المشكلة في وعي الناس وإستجابتهم أم في قصور التوعية للأسف الشديد كلا الأمرين لا زال الكثير من الشعب اليمني يفكر بهذه العقلية أن هذا المرض يستطع أن يجابهه ويستطع أن يواجهه وأن يقلل من شأن هذا المرض أيضا بالإضافة إلى وجود قصور وضعف في الجانب التوعوي نعم بالنسبة للقطاع الصحي أيضا دور المنظمات في الضرف الاستثنائي مع وصول جائحة كورونا إلى اليمن هل تجد أن هناك تطور فيما يتعلق بالقطاع الصحي وأيضا في مسألة تقديم العون للناس من قبل المنظمات أم أن الأمر لا زال كما كان في السابق أو تدهور إلى الوراء أكثر أعتقد أن كثير من المؤسسات الآن تستنفر طواقمها وتستنفر موظفيها خصوصا المنظمات الصحية لمواجهة هذا الوباء وهي تشتغل في الحدود المتاح والممكن والوضع الصحي للأسف في اليمن وضع منهار للغاية والحرب زادته انهيارا وقاء كورونا ليقضي عليه للأسف الشديد نعم إذن هنا فقط قبل الختام يعني لو هناك رسالة تود قولها من خلال هذا البرنامج سيد مجدي أنا أتمنى أن من جميع الإخوة المواطنين أن يعيروا هذا الوباء أن يتعاملوا مع هذا الوباء بمزيد من الجدية والمسؤولية هذا المرض لا يحابي أحدا وهذا المرض لا ينتقي أهدافه هذا المرض يستهدف كل من لا يلتزم بإجراءات الوقاية منه فالإجراء من هذا المرض بسيط جدا وهو أن نلزم بيوتنا وهي فرصة جدا فرصة أن هذا المرض يعيدنا إلى أهلنا الذين قصرنا بفعل التزامات الحياة الكثيرة من الابتعاد عنهم فرصة أن نجلس مع أهلنا أن نعيد ترتيب أولوياتنا في الحياة وهي فرصة أيضا أن نتعاطى بشكل إيجابي مع هذا الوباء نعم إذن أشكرك جزيل الشكر الصحفي مجدي محروس كنت معنا من محافظة مارب عبر الأقمار الإصناعية شكرا جزيلا لك ومشاهدنا نكتفي بهذا القدر وبهذا نصل إلى اختام الحلقة ولكن نود القول بأن الوضع تغير تماما ويجب أن تكونوا عند قدر كبير من المسؤولية هناك خيط رفيع ما بين الموت والحياة والقرار بأيديكم أنتم التزموا منازلكم وحافظوا على أنفسكم وقبل الختام نشاهد هذا الفيديو العيدي وحتى الملتقى نترككم في رعاية الله وحفظه يا محل العيد بفرحتكم بصحبتكم يا أولكم وآخركم يا محل العيد يا محل العيد يا محل العيد بشافتكم بضحكتكم بفرحتكم لمتكم يا محل العيد محيات يا محل العيد وعشان العيد بانفراح وما نكسى وما نجراح وما نصرح وبانرباح يا محل العيد يا محل العيد بنهني وبنغني سعادة في البت أمورني بنهني وبنغني وهي الفرحة أمورني يا محل العيد يا محل العيد بطلتكم هلا هلا وزينتكم هلا هلا بطيبتكم تسامحكم يا محل العيد يا محل العيد سن الليل بتفاصيلة لنوياء كلها العيلة انترین بطلتك اشتركوا في القناة